اشتركوا في القناة انظروا الى هذه الفراشة هذه الفراشة جميلة جدا وهي من ماذا حدث نعم نعم قصة اخرى عن الصيد والصياد كان حدثا مشرفا على الواقع الفراشة لم تلائم الضفطع الفراشة انقضت نفسها حسنا هذا العنكبوت من اشد العناكب سما في العالم وهو اخطر من عنكبوت الفاكهة السوداء نعم يمكن القضاء بسمه على ثيل كبير انه يسحف بهدوء بالغ نحو هدفه وفجأة ما هذا ماذا هنا اما من المقرر ان تخجلني هذه الحشرات واما كوني اقرأ نص لفيلم اخر هل تعلمون لا حاجة لمن يقرأ شاهدوا بانفسكم لقد تعبت اساسا من قال ان على النملة ان تعمل بهذا المقدار مرة اخرى جاءت هذه المزعجات ماذا؟ العسل؟ انه راءة انا اريد عسلا كثيرا انه راءة ما هذا؟ كيف هو؟ من يقطع كل هذه المسافة؟ عجبا كيف لي انا صعد الى فوق؟ عرفت كل من يأخذني الى الى الشجرة اعطيه هذه الحبة تعالوا تفضلوا الا يوجد احد؟ انا اريد عسلا توقف يا عم لي معك شغل انتظر انا معك عذرا ماذا تقولين؟ لقد احدثت ضيجة انا تريد هذا لشتائك؟ لقد جمعت بدوري لما تريدين ان تعطيني هذا؟ يجب ان تحملني الى خلية العسل تلك ولأي شيء؟ لأتناول العسل فهو حلو جدا احبه كثيرا وهل تحبين لسعة النحل؟ هي مؤلمة جدا انا لا اخاف النحلة العسل طعامهم هم من الافضل ان تأكل حباتك ثم هناك خطر عليك خذ الحنطة واحملني الى خلية النحل ولا تتكلم اكثر من هذا فضلا عن تذكيرك في بطنك انت غير مؤدبة ايضا اطلبي من شخص اخر عندي عمل اه؟ اذهب ايها الحيوان القبيح انا استطيع حملك الى الاعلى اه؟ اذا ماذا تنتظر؟ هيا لنذهب هيا خذ هذه الحبة جائزة لك لما ستقوم به ولكن هناك مشكلة واحدة واي مشكلة؟ قلت لك ان باستطاعتي حملك الى الاعلى ولكننا ثلاثة افراد ثلاثة؟ هل كررتي؟ اصبر اريد العسل جيد جدا هذه الحبتان لكما انتمان اثنان تفضلوا قلوا عفوا هيا لنذهب اذا لماذا توقفتم؟ اصبري قليلا فلا يمكن العمل ببطن فارغة اه حسنا عجبا لكم من حشرات فهذه ذخيرة الشتاء لعل عمرنا لا يدوم الى الشتاء عملنا اننا الآن نجوع نعم حسنا لقد اكلتم هيا لنذهب حسنا لنذهب ها؟ عذرا؟ وماذا عن اولئك الحراس هؤلاء؟ ضعهم لي هيا لنذهب لتكون هنا هيا ببطء ببطء لا تسقطون ارضا اه مع تحياتي الى اللقاء ايها الغادرون اعتيتكم كل ذخيرة الشتوية وهكذا رميتموني وذهبتم عشبا انظر هنا كم هو عسل كثير هااوم اه حيني اغرق ماذا حدث؟ النجدة النجدة ليخرجني احد منكم لينقذني أحدهم آه إن أنقذني أعتيت حبة حنطة آه ساعدوني ساعدوني أكاد أموت أنا ميت أنت روح أماذا؟ كلا يا ملا تشبعين لم تموت هل تريدين أن أتيك بقليل من العسل لتأكلي؟ كلا كلا لا تذكره لي أصلا إذن فأنت لا تريدين العسل لا لقد أخطأت كان الحق معك الخلية لم تكن مناسبة لي سألعقك الآن حتى يصدر منك البرك حسنا أعطني حبة الحنطة لأنني أنقذتك أنت تعرف أفضل لا أملك الحبة ليعطيك لقد نزحت معك خير لك أن تفكري بذخيرة شتائك فقد فرطتي بها لا تطمعي إلى هذا الحد ماذا؟ الطمع؟ آه، البرد قادم، ما أروح مقال يا سيد، شكرا على أنك أنقذتني موسيقى موسيقى الحريص يزعج نفسه لشيء هو ظهر له هكذا قال أمير المؤمنين عليه السلام موسيقى 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 موسيقى